اهلا بكم قال وزير الطاقة الجزائري اليوم الخميس 28 يوليو ان بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمد خط انابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء والذي تتنافس عليه الجزائر مع المغرب هذا الاخير الذي يسعى لربط اوروبا بالغاز النيجيري عبر انبوب يمر من المحيط الاطلسي وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يوليو الماضي على احياء محادثات بشأن هذا المشروع كانت قد بدأت قبل عقود فيما يمثل فرصة محتملة لاوروبا لتنويع مصادرها من الغاز فيما ذكر تلفزيون النهار الجزائري ان خط انابيب الغاز الذي من المتوقع ان يمتد لمسافة 4000 كيلو متر وتقدر كلفة المشروع ب14 مليار دولار وقد ينقل ما يصل الى 30 مليار متر مكعب سنويا الى اوروبا بينما كانت الفكرة قد طرحت للمرة الاولى قبل اكثر من 40 سنة وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في عام 2009 لكن المشروع لم يشهد منذ وقتها تقدما يذكر وخلال شهر يوليو قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ان الاجتماع الذي عقد بالعاصمة النيجيرية ابوجا وضع اللبنات الاولى لهذا المشروع بهدف تجسيده في اقرب الاجال بيان الوزارة اوضح ايضا ان الاجتماع ضم الى جانب عرقاب وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا تيمي بري سيلفا ووزير الطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجير مهاماني ساني محمد وفق ما ذكرته وكالة الاناضول وبحسب الوكالة فقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع وتكليفه باعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بتنفيذ مشروع خط انابيب الغاز العابر للصحراء يأتي ذلك بينما تعمل نيجيريا والمغرب بالتوازي على مناقشة مشروع مماتل بطول 5660 كيلو متر يربط بين البلدين ومنها الى اوروبا عبر اسبانيا لإيصال الغاز النيجيري لدول الاتحاد الاوروبي حيث تبحث الرباط عن توفير مصادر للغاز الطبيعي بعد تعليق الجزائر العمل بانبوب غاز يصل الى اسبانيا عبر المغرب بسبب خلافات سياسية كانت الاخيرة تتقاضى رسوم العبور الى جانب كميات من الغاز لغرض الاستخدام المحلي وبحسب عرقاب كان الاجتماع هاما وناجحا حيث سمح بالتطرق الى كل الجوانب المتعلقة بانجاز انبوب الغاز العابر للصحراء والذي يربط الدول الثلاث بالقارة الاوروبية على مسافة تتعدى 4000 كيلو متر فيما كان وزير الطاقة الجزائري قام بزيارة الى ابوجا رفقة مسؤولين من شركة سوناتراك وممثلين من وزارة الطاقة لبحث تسريع العمل بانبوب الغاز اذ ارتفعت طلب العالمي للغاز الطبيعي خاصة من جانب الاتحاد الاوروبي الباحث عن بداء الغاز روسيا التي عقبت بسبب حربها ضد اوكرانيا كما وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناتراك الحكومية اول مدكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خط الغاز مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002 لمد خط الانابيب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة